اشتركوا في القناة وهي قضية الرزق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والله عزيز يقول فابتقوا عند الله الرزق قلنا أن مفاتح الرزق هي العبادة ولذلك في سورة الداريات ذكر الله عزيز قال وفي السماء رزقكم وما توعدهم فالرزق في السماء ليس في الأرض الأرض فيه رزق لكن من الذي يعطيك الذي في السماء وذلك في هذه العيات قال الله عزيز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويبين لك أن الكريم مرزوق في قصة إبراهيم عليه السلام لما قدم للملائكة ذلك الإجل وهذا يدل أيها الأخوة على أن الرزق بيد الله فاهتم أنت أطلب الرزق لكن أهتم بعبادته كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة فالرزق بيد الله وذلك بعض الناس يتعجب من كيف ساق الله عز وجل له فلعان فصار مرزوقا بسبب هذا الرجل أحد الأخوة يقول أنا كنت أشتغل في إحدى الدوار الحكومية وكان واحد جاعني بأمر بسيط يقول فإذا بهذا الرجل تاجر من التجار من إحدى الجنسيات يقول وبدأت العلاقة معه في ذلك الوقت في هذا الأمر البسيط وفتح الله عز وجل عليه من الأرزاق والأشياء ما تخطر على بال أحد من الرازق الله سبحانه وتعالى الذي يرزقك هو الله لما تسأل كثير ممن أصبح عنده من الأموال ما عنده تسأل ما السبب يقولك والله ما أعلم عمل عملته أي أمر فعلته دعوت الله عز وجل في وقت فاستجاب الله عز وجل له بعض الأولاد يأتون بسبب دعاء أنت تدعوه وذلك يقول الله سبحانه وتعالى اللسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفتارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقاء شوف بعض الناس يذهب إلى يعني بعض المتنفذين منهم أثناء أصحاب واصطات أو غير ذلك أو تجد يذهب إلى بعض التجار أو حاط الأمل كله على هذا الأمر وهو لا يعلم بأن الرزاق في السماء وفي السماء رزقكم وما تعدهم الرازق في السماء ليس في الأرض أبذل السبب أبذل السبب وتعلق بالله عز وجل بين انتباهة عين وانقباضتها يغير الله من حال إلى حال أنت تكون في هذا الأمر فإذا بك تذهب إلى هذا الأمر لذلك قيل الأعرابي مما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وشحذ الهمم يقول أنا ما لم يكون هو لم يعني يكون الوضع كما يقال فيه نبي من الأنبياء أو غير ذلك لكن هو يقول أنا عرفت الله عز وجل بذلك نقض العزائم أكون عازم على أمر معين فينقض الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ويشهدني في أمر معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة قلنا أن أعرابي سئل لما عرفت ربك؟ فقال بنقض العزائم وشحذ الهمم أنا عرفت الله عز وجل بهذا مرات كل الإنسان عنده أمر معين مشروع معين وفعلا هذا المشروع هو يعتقد بأنه ناجح فإذا به تنقض عزيمته وعنده مشروع معين هو يعتقد بأنه تافح فإذا بالله عز وجل الذي يريد أن يرزق هذا الإنسان يشهد همته فتفتح له الأبوة سألوا من أصبع غنيا كيف أصبحت غنيا سألوا من وفق في التجارة كيف أصبحت كذلك تجد يقول لك والله ما أعرف هو مهر السل لأن الله عز وجل هو الرزاق الله عز وجل هو الرزاق كثير مننا ترى يمشي بالأسباب وينسى مسبب بالأسباب وفي السماء رزقكم وما تعدون الله عز وجل هو الذي يرزق وذلك في سورة في هذه السورة سورة الداريات ذكر الله عز وجل هذا الأمر رزق الرياح ورزق المطر ورزق يعني هذه البواخر ورزق كل هذا رزق رزق وبعد ذلك رزق أيضا الذرية لإبراهيم عليه السلام وهذا رزق من الله عز وجل ثم بعد ذكر الله عز وجل في آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالذي يريد الرزق كما قال الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق الذي يريد الرزق يطلبه من الله عز وجل فابدل السبب لا مانع لكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تعتمد على هذا السبب اعتمد على المسبب جل وعلا لا تعتمد على السبب اعتمد على المسبب لا تتوكل على السبب توكل على المسبب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحصل غزوة من الغزوة الغزوة بدر غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاثمائة تقريبا ونثر من الصحابة ثلاثمائة وزيادة ثلاثمائة وشبعين أو أكثر من ذلك أو أقل فلما كان الصحابة بهذا العدد يقول أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في خيمته رافياً يديه إلى الله عز وجل اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبدها في الأرض ويدعو الله عز وجل التجع إليه مع أنه عنده رجال لكن الغاية الآن يعلم بأن الرزق في النصر من الله ليس منهم وفعلاً يقول أبو بكر هون على نفسك يا رسول الله يقول يعني هولاً نفسك الله عز وجل سوف ينصرك وأيضاً في غزوة الأحزاب لما حصل ما حصل من أن اجتمعت الأحزاب أشرة آلاف من المقاتلين على المدينة الصغيرة جداً يريدون أن يمحوا هذا الإسلام عن بكرة أبيه ولا يريدون أن يبقى لهم قائمة من الذي رزقهم بالنصر؟ ومن الذي ألقى في قلوب الأعداء الرعب؟ هو الله عز وجل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الدعاء العظيم في قضية النصر في الرزق ويدعو الدعاء العظيم في قضية أطلب الرزق ولذلك على الإنسان يدعو الله عز وجل ويلتج إليه جل وعلا ويقبل عليه سبحانه وتعالى ويكون في خلده وفي قلبه أن الرازق هو الله أبذل السبب ثم أتوكل على الله وأنام قرير العين وألم أن الرازق الذي يعطيني هو الله ليس فلان ولا فلان ولا فلان الأمر بيد الله ليس بيد هؤلاء ليس بيد يعني مسؤولك في الدوام وليس بيد يعني من هو أعلى منه إنما الأمر بيد الله جل وعلا فلذلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولذلك على الإنسان أن يتذكر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة شكرا